عندما تأتي الموهبة فحتما سيرافقها الإبداع ولا غرابة في تدفق الكثير من المبدعين والحالمين في سماء هذا الوطن لسان حالهم يقول كما قال ولي العهد طموحنا عناني السماء وفي سعيه لاستكشاف واستثمار الطاقات الوطنية دشنت مؤسسة الملك عبد العزيز للموهبة والإبداع المشروع الوطني للتعرف على الموهوبين في عامه التاسع اليوم البرنامج لإطلاق البرنامج تدشينه اليوم هو توعية المجتمع بأنه أنطلق هذا البرنامج ويستطيع ولي العمر أن يسجل ابنه في الاختبار في هذه المراحل التي تحدثت فيها وتطلع النتائج ثم بعد ذلك سوف نتواصل معهم وبرمجتهم على شارع رعاية مختلفة لهم خلال السنوات القادمة بإذن الله وزير التعليم ذكر خلال تدشينه المشروع بأن الشراكة مع موهبة وحيئة تقويم التعليم أثمرت عن العديد من النتائج الإيجابية مؤكدا على دعمه المستمر لهذا المشروع الوطني الذي يسهم في رؤية المملكة لعام 2030 ونوى بأن وزارة التعليم ستطلق برامج ومبادرات جديدة تستهدف الموهبين أحب أن أدج رسالة للأبا والأمهات بدوري هذا الشيء الذي أفادوني فيه أهلي خلوا متسع لأبنائكم للتجربة وعطوهم مساحاتهم فإنهم يتعلموا ويتعرفوا ويسافروا ويروحوا ويجو وينخرطوا بتجارب مختلفة لأنها تسقل كثير في مهاراتهم الشخصية يذكر أن مهمة المشروع الوطني للتعرف على الموهبين تمتد إلى توفير خدمات متنوعة محلية ودولية بالتعاون مع وزارة التعليم وجهات دائمة لتشمل برامج التعهيل الجامعي والمنحة الجامعية في أعرق الجامعات العالمية من الرياض عبدالله الحزيمي